موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند طبعا جبنا على حضراتكم اسبوع كامل ممناسبة تعيد الاطحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين وكانت فترة بالتأكيد اجازة لكل السادة المشاهدين في الفترة الاخيرة ويمكن تخلى لها ثلاثة مباريات للنادي الاهلي في الدوري العام امام فاركو وامام الداخلية وامام نادي الاتحاد السكنداري ولكن قبل الدخول في تفاصيل الحلقة والحديث عن مباريات الاهلي والاجواة والاحداث الرياضية في هذه الفترة يمكن عاقب احدى مباريات النادي الاهلي في استاد برج العرب وتحدث مباريات الاهلي والاتحاد السكنداري حدث حادث أليم توفى على أثر هذا الحادث بنتين من مشجعي النادي الاهلي نرهان ناصر ونرجس صلاح من خلال شاشة قناة الاهلي ومن خلال برنامج التريند بنوجه خالص التعازي والمواساة لأسر المشجعاتين للنادي الاهلي نرهان ناصر ونرجس صلاح ويمكن حضراتكم شفتم على مدار الايام الماضية بيان من مجلس دارة النادي الاهلي كامل الدعم والمواساة والتعزية من أسرة النادي الاهلي وعائلة النادي الاهلي من خلال مجلس دارة النادي الاهلي ومن خلال فريق الكورة ويمكن وفد رسمي سافر إلى المنوفية لحضور العزاء ويمكن كان متواجد كمان في أحد أحياء القاهرة لتعزية نرهان ناصر ويمكن التعزية كانت بشكل رسمي وكان فيها حضور كمان للمهندس خالد مرتجي على رأس هذا الوفد أمين صندوق مجلس دارة النادي الاهلي ومعال كابتن خالد بيبو ومن مجلس دارة النادي الاهلي يمكن حضر دكتور مهند مجدي المهندس محمد صراج الدين الأستاذ مي عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجارح عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي في الجزيرة كمان اللواء محمود حزين مدير مقر النادي الاهلي في مدينة ناصر كابتن خالد بيب ومدير الكورة ويمكن شفنا شارة سودة في مباراة الأهل والداخلية بالأمس ودي أحداد ويمكن دعم كامل من لعبي فريق النادي الأهلي لأسرة المشجعتين الحادث أليم جدا وصعب جدا شاهده الطريق المؤدي لأستاذ برج العرب عقب نهاية مباراة الأهل والاتحاد السكنداري ربنا يرحمهم ويغفر لهم ونتمنى يا رب بإذن الله من شوفش هذه المشاهد الصعبة والأحداث المؤلمة اللي بتحصل أمام بعض الملاعب في الاستاذات المصرية للأسف البعض بيهتم جدا بالتفاصيل اللي داخل الملاعب ولكن مهم جدا يا جماعة الطرق المؤدية للملاعب يكون في توفير كافة السبل الآمنة لجماهير الكورة المصرية خلال الفترة القادمة دي كانت بداية مقدمة مهمة جدا لازم نقولها النهاردة فظل إحنا كنا غايبين طبعا على مدار أسبوع كامل بسبب أجازة عيد الأطحى المبارك طيب كمان خلال هذا الأسبوع كانت في أحداث كثيرة وعديدة اللي لقيت ثلاث مباريات الحمد لله الأهل حقق تسع نقاط والعلامة الكاملة من ثلاث مباريات لسه عندنا مباريات هامة وصعبة جدا الفترة الجاية أكيد هنتكلم عليها في أحداث كثيرة شايفين على الساحة الرياضية في قرارات مهمة تم اتخاذها بالأمس أيضا كمان على المستوى الإفريقي النهاردة عندنا خبر وخبرين ممكن يكونوا انفراضات مهمة جدا لأحداث عديدة جاية بالنسبة لي النادي الأهل وأكيد هنتابع عن كثب أهمية مباراة الأهل والزمالق القادمة لا تتلعب يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة اللي الدولي آخر أخبار هذا اللقاء إمكانية إقامته من عدم إقامته موقف إدارة المسابقات اللي النهاردة صدر من خلالها بيان رسمي بشأن وضع جدول الدوري كل ده بالتأكيد هنتكلم فيه النهاردة من خلال فقرات برنامج الترند لكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة أسأل حضراتكم ممناسبة اقتراب مباراة الأهل والزمالق في رأيك ما هي أجمل مباراة قمة في الدوري منذ بداية تشجيعك للأهل الكل يدخل ويشارك معنا ويجاوب على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أرأكم أجمل مباراة قمة ما بين الأهل والزمالق من وقت ما بدأت تشجع وتحضر وتساند النادي الأهلي في كل المباراة واللي عايز يجاوب على المباراة المحلية والمباراة القرية حتى الأهل وزاكلة ومعض مباراة قرية كمان ولكن احنا النهاردة بنتكلم في الدوري لكن طبعا في أفريقيا الأهلي لعب مع الزمالق أكيد يعني مباراة القضية ممكن كمان كانت من المباراة الهامة جدا ولكن هستنى أراكم عشان نستعرضها في الجزء الأخير بإذن الله من برنامج الترند لكن دلوقتي نروح لي أهم العنوي البداية في ترند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة الزمالق وكمان طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة الثلاثاء وأخيرا رسميا أمم إفريقيا في المغرب ديسمبر ويناير ديسمبر 2025 ويناير 2026 لأول مرة بطولة الأمم بتتلعب على عامين نهاية عام 2025 وبداية عام 2026 ملفهم مهم النهاردة كمان هنتكلم فيه لأن احنا كنا نتكلمنا في الملف ده وتفاصيل شرحناها يوم 12 فبراير نهاردة نتكلم كمان في القارات اللي اتخذها الاتحاد الافريقي بالأمس طيب نروح لاستعراض مباراة اليوم النهاردة عندنا مجموعة من المباراة ودخل علينا بطولة اليورو كمان في الفترة الأخيرة الدور المصري النهاردة البداية مباراة الجولة السبعة وعشرين الساعة سبعة فيه مبارتين في توقيت واحد إمبي هيستضيف الجونة وطلاع الجيش هيستضيف سمح نروح بقى لبطولة المطعة والإثارة بطولة اليورو اللي بتصادفها ألمانيا خلال الأيام القادمة والأيام الأخيرة شرط الأول انتهى منذ قليل في مباراة بدأت حوالي الساعة أربعة بتوقيت القاهرة جورجيا متقدمة على التشيك بهدف مقابل لشيك الساعة سبعة مباراة قوية جداً وقمة المباراة في البطولات الأوروبية تركيا مع البرتغال وفي العاشرة أيضاً بلجيكا مع رومانيا كوبا أمريكا وبطولات كوبا أمريكا اللي بتتلاقي في الفجر نهاردة الساعة واحدة من صباح يوم الأحد الإكوادور مع فنزويلا لقاء الافتتاح كان ما بين الأرجنتين مع كندا وإن كان ليونيل ميسي يعني سطر تاريخ جديد مع الأرجنتين في كوبا أمريكا وكسبوا بهدفين مقابل لشيء في لقاء الافتتاح نعود نفسي كده بدري بدري على المواعيد دي لأن خلاص خلال العام زي الأيام دي بالضبط نتفرج على مباراة الأهلي في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الموعيد اللي بتقام حالياً فيها كوبا أمريكا دي كانت مقدمة مهمة جداً من برنامج التريند نخرج إلى فاصل ثم نقص نجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة خلال ثلاث مباريات أقيموا خلال الإسبوع المنقضي بالفوز على فارقه والفوز على الاتحاد في استاد بورج العرب ثم الفوز بالأمس على الداخلية في استاد السلام تسع نقاط مهمة جداً صعدت بالأهلي إلى المركز اللثاني ب42 نقطة ولكن للأهلي حتى الآن ست مباريات متأخر فيها عن باقي فرق الجدول وتحديداً فريق بيرامدز المتصد هدف الصدارة أو هدف التقدم بالأمس أحرازه محمد مجد أفشا من تمرير رائعة من محمود عبد المنعم قهربة وزاونا شايفين طبعاً على الشاشة يمكن يعني رسالة من لعبي النادي الآلي الجمهور الآلي دايماً على الرأس والشارة السوداء والحداد اللي كان موجود طبعاً على مشجعتين النادي الآلي نرهان ناصر ونرجس صلاح الهدف الأول لأفشا بعدها كان فيه هدف تعادل لفريق الداخلية من ضرب الجزاء بعد عرقلة من ياسر إبراهيم لأحد مدافع فريق الداخلية ثم الهدف الثاني أحرزه عمر السلية في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشروط الثاني بعد نزوله بدأي قليلة جداً طبعاً كلر عمل تغييرات عديدة عمل تغييرات في المراكز نزل لعيبة نزل عبدالقادر نزل كمان عمر السلية خرج أفشا نزل خل قهربة موجود مع مودست وبعد كده خرج قهربة يعني عمل مجموعة كده من التعديلات وتغييرات عشان يفوق تلاصم دفاع فريق الداخلية ولكن الحمد لله قدر الأهل يحقق السلس نقاط وده أهم حاجة في الفترة الحالية على فكرة طبعاً الناس كلها زعلانة من الأداة نفسها الأهل يلعب قورة جيدة زي ما كان بيقدي فيه المباراة الإفريقية ولكن طبعاً احنا في مرحلة يعني هنستعرض ده أكيد لما نتكلم على عدد المباراة اللي لعيبها الأهل في الدولة لغاية دلوقتي انت داخل على مرحلة ان انت في شهر سبعة هتكون وصلت لحوالي واحد وخمسين مباراة من أول شهر تسعة يعني على مدار عشر شهور لعبت ما يقرب من واحد وخمسين مباراة ما بين محلية وقرية ودولية فطبعاً ده بيبقى صعب جداً على اللعيبها ولسه كمان فيه ما يقرب من تسعة إلى عشر مباراة حتى ختم الموسم يعني انت الموسم ده بتتكلم مش أقل من ستين خمسة وستين مباراة فعدد كبير جداً فلازم نحط أعذار في فترة مؤقتة ولكن المهم دلوقتي الثلاث نقاط الاقتراب من الصدارة تضييق فارق النقاط مع بيرامدز اللي كان بيلعب وما كان شبط له بالتأجيل لانه عارف ان السيناريو ده لما تعمل مع الاهل من سنتين تلاتة جاب نتيجة وساعتها الزمالك فاس بالدوري لما وقتها كان الزمالك بيواجه الاهل وكان منافس الاهل في الدوري ووقتها بالصدفة كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالتعيين وقتها طلب من أحمد مجاد والكلام ده تقال حتى في مواقف رسمية ان الزمالك ما يتأجلهش مطشاط لا نلعب مطشاط عشان لما الاهل يرجع ويخلص مشوار الافريق ويجي لعب الزمالك او ييجي ينافس زمان يكون فيه عدد مبرات كتيرة فيبقى فيه ضغط على الاهل فبرامتز كم شايف انه من مصلحته يلعب ما يأجلش كله نادي اكيد بيبصها لمصلحته احدش بيبص للصالح العام على فكرة كل واحد بيبصها ليه او بيشوف مصلحته ايه وبيشوف في النهاية النتيجة اللي ممكن يكسب من خلالها التصرف او القرار اللي بيتم مناشته واتخيازه في الفترات الاخيرة قبل ما اتكلم على قصة الدوري واللي بيحصل في تاجلات الدوري وانا اتكلمت على مباراة الداخلية ومش عايز اتكلم في تفاصيل فنية كتير الاهم الثلاث نقاط ودلوقت الاهل اتنين واربعين نقطة وماشي في مشواره عشان يقرب من منافسة بيرامتز على الصدارة عدد المباراة المتبقية والاهل اكسبها كلها هيعدي بيرامتز بفرق نقطة ويبقى الاهل بدأ يدخل في المنافسة مع بيرامتز قبل ما يقرب من حوالي من 8 الى 9 مباريات على ختام المسيب ده جانب متعلق بمباراة الداخلية وشكل الدوري بالنسبة للاهل تعالوا بقى للجانب التاني الكلام اللي بيتقال على مباراة الاهل والزمالك يوم التلاتة اللي جاي هتتأجل ولا مش هتتأجل انا عايز بس افكر الناس بحاجة واحنا راجعين بقى من اجازة فنشط الزاقرة شوية ونشتغل شوية ونقول للناس ايه اللي كان بيحصل قبل كده فاكرين مطش الاهل والزمالك اللي كان في الدور الاول او نقول الزمالك والاهل اتلعب في شهر عشر شهر احداشر حاجة زي كده المباراة اتأجلت وتأجلها كان بسبب المشاركات الافريقية يعني ما كانش يتأجلها بناء على طلب حد لا كانت تأجلها بسبب المشاركات الافريقية والبطولات اللي كان بيشارك فيها الاهل العديدة وهنتكلم عليها والنهاردة المسابقات عملت بيان بيها ولكن المباراة دي لما اتأجلت اتلعبت امتى اتلعبت بعد كاس القوم الافريقية شهر ثلاثة شهر اربعة في الفترة دي يعني الفرق ما بين مباراة الدور الاول اللي كانت تتلعب في شهر عشر احداشر اول اتلعبت وتأجلت لبعد انتقالات يناير ان التأجيل ده جي في مصلحة الزمالك ليه؟ لان لو كنت لعبت المباراة في توقيتها او ما كنتش لعبت المباراة في توقيتها لو كانت المباراة اتأجل معادها اسبوعين ثلاثة اول شهر بما ان الناس بتتكلم على ترتيب المؤجلات ترتيب المؤجلات يقول ايه؟ ماتش الاهل والزمالك كان بيتلعب فيه عام عشرين تلاتة وعشرين ما يترحلش العشرين اربعة وعشرين يتأجل لاخر ديسمبر يتأجل لقابل كاس الأمم يتأجل لأي ان كانت وظروف الممكن يتأجل بسببها ولكن ما يتأجلش لبعد انتقالات يناير ليه؟ اين الهدف انتقالات يناير؟ لان فريق كان ساعتها عنده مشكلة في القيد وما كانش عنده لاعبين بنفس السكواد اللي كان عنده بعد انتقالات يناير اللاعبة اللي جابها بعد يناير غير الاسكواد اللي كان موجود قبل يناير يبقى بالتالي التأجيل ده افاد مين؟ افاد الزمالك ادرب الاهلي ادرب الاهلي جدا ليه بقى تعالى اقولك ليه؟ الاهلي والزمالك لما لعب الدوري الاول المؤجل قبل مباراة مازمبي كان ده في مصلحة الزمالك مش في مصلحة الاهلي ليه؟ لان الاهلي وقتها كان بيفكر في مطش مازمبي وكان رايح على مباراة سيميفاينال دور ابطال افريقيا الزمالك مطش في 3 نقاط ولسه دور طويل لكن جاي يتحط لي في مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة لمدة 5 شهور قبل مباراة شمازمبي ده كان في مصلحة الزمالك ومش في مصلحة الاهلي ومع ذلك الاهلي التزم بالجدول ولعب ولم يعترض حد فاكر اللي حصل ده محدش فاكر وقتها الزمالك كسب لليه الاهلي كان عنده مباراة اهم كتير جدا من مطش الزمالك والحمد لله راح مازمبي وكانت رحلة صفر بقى ومطش صعب وأجواء وانتو عارفين أجواء مازمبي عاملة ازاي والحمد لله ربنا ووفنا وخدنا بطولة افريقيا ورجعنا دلوقتي وبالنافس ومشيين في الدور بشكل كويس فتأجيل مطش الدور الاول كان في مصلحة الزمالك بس هو ده محدش اعترض وقتها ما شفتناش الهيلمان اللي احنا شايفينه دلوقتي وقتها بس الاهلي ايه لعب لم يعترض ومش لأول مرة كان بيتحط للاهلي مباريات في توقيتات غلط وهو بيسافر عنده مطشاط في أفريقيا برضه قبل كده الاهلي كان عنده مطشاط مع ساندونز كان بتتحط له مطشاط في الدورة الموجلة في توقيتات غلط وما كانش بيعترض وكان بيلتزم عموما انا بس قلت اعمل فلاش باك على الماتش اللي تأجل ده وقتها كان الاهلي سهلي جدا يقولك التوقيت ده مش في صالحي اولا الزمالك جاب لعيبة جديدة بيلعبني في ظروف عكس الظروف اللي كان هيلعبني فيها لو كان المطش تلعب في عشرين تلاتة وعشرين قبل انتقالات يناير ومع ذلك الناس سكت ومحلتش تكلم عشان بس موضوع المظلومية لازم نسجل الحاجات دي ونفكر الناس بالحاجات دي طب دلوقتي ايه القصة اللي بتحصل دلوقتي القصة اللي بتحصل دلوقتي احنا مش طرف فيها احنا لعبنا في الدوري تمنتاشر مباراة عندنا اتنين واربعين نقطة في عدد من المباراة المعلنة للأهل في الدوري الفترة اللي جاية والنهار ده ادارة المسابقات عملت بيان اعلامي واتكلمت فيها لعرض المباراة تعالوا كده نشوف المباراة المتبقية للأهل عنده مباراة مع الزمالك يوم خمسة وعشرين ستة يوم الثلاثة اللي جاي في استاد القاهرة دي مباراة في الدوري مش مؤجلة بعدها مباراة مع فرق يوم ثمانية وعشرين ستة ايضا في استاد القاهرة بعد كده في مباراة مع طلاق الجيش على الشاشة هو الجدول مباراة مع طلاق الجيش وموحد سبعة دي مباراة معجلة من الاسبوع التلاتاشر هتتلاقي في استاد الكليل الحربية بعد كده هنلعب مع الداخلية يوم اربعة سبعة في استاد القاهرة بعد كده هنلعب مع طلاق الجيش يوم ثمانية سبعة في القاهرة زي ما قلت لحضراتكم ده مباراة في الدوري بعد كده مطش بيراميز يوم 12 سبعة ده مباراة مؤجلة مباراة مؤجلة ده تتلابع لأستاذ القاهرة يوم 12 سبعة الساعة سبعة وبعد كده مطش الاهل وفيتشر اتحدد خلاص رسمي مطش الاهل وفيتشر يوم 16 سبعة على استاذ القاهرة وده مباراة مؤجلة من الأسبوع السبعتاشر يعني دلوقتي قدامنا حوالي سبع مباراة للأهل منهم تلات مباراة مؤجلة من الدور الأول سبعة ماتش فيوتشر يوم ستاشر سبعة. تلات مباريات مؤجلة من الدور الاول وفي اربع مباريات في الدور التاني. على النقيد على فكرة الزمانيك برضو عنده مباريات مؤجلة. الاهلي عنده تلات مباريات مؤجلة. الزمانيك عنده مباراتين مؤجلتين. يعني حتى الزمانيك عنده مباريات مؤجلة من الدور الاول. عكس فرق في مقدمة الجدول مخلصة ماتشطها. فيوتشر وامبي والاتحاد وسيراميكا والمصري. كله دول مخلاصين مباراةهم. وهذه المباراة المتبقية هي من الدور الاول. احنا لعبنا لغاية واحد وعشرين ستة الاهلي والداخلية. وفيه حوالي خمس مباراة متبقية. الجيش والاهلي. الجيش والزمالك. الاهلي وبيرامدز. الزمالك والبلدية. وفيتشر والاهلي. يعني الاهلي عنده تلات مباراة. الزمالك عنده مباراتين. ازاك عنده الجيش وعنده البلدية. دي المباراة المتبقية من الدور الاول. والنهاردة اعلنتها إدارة المسابقات. طيب ده جانب. الجانب التاني. نروح لفكرة هو الاهل السنة دي. لما كان الدوري بتأجله مباراة كتيرة. وعدد مباراة الاهل في الدوري تمنتاشر. وعلى فكرة الزمانك برضو وعدد مباراته في الدوري مش كتير يعني عشرين. الزمانك مش اربعة وعشرين زي بيرامدز ولا خمسة وعشرين زي فيوتش. ده الزمانك عشرين. طب الاهل يلاقي بتمنتاشر مباراة. هو الاهل كان أجازة تولي السنة? لا الاهل ما كانش أجازة. النهاردة درت المسابقات عملت حاجة تاريخية. ودرت المسابقات احنا هنا اكتر ناس كنا بننتقدهم. واكتر واحد كنت دايما بوجه سهام النقد ليه كان الأستاذ عامر حسين. ولسه اوجه ليه سهام النقد في حتة موضش الاهل وبرامدز على فكر. لان برضو انت حطيت للاهل يكم هزي المباراة قبل ما لعب بيرامدز في ختم اللعبة بقى يوم 12 سبعة. في ختم اللعبة يوم 12 سبعة. وانا كنت اتمنى الترتيب ده يكون قبل كده. بالنسبة للاهلي. لان الترتيب ده مش في صالح الاهلي. ففكرة ان الزمانك مش عايز يلعمطش الاهلي احنا بالنسبة لنا على فكرة الامر بالنسبة لنا عادي جدا. بالعكس انت هتريحني. انا ما عنديش اي قزمة خالص. احنا مش هنعلق على اه بيان نادي الزمانك لانه امره لا يخصنا. هو يخص الزمانك مع الربط. ولكن برضو بنحدد ملامح عامة. واحنا كنادي اهلي في وسط المنظومة دي. احنا فين? واللي بيحصل حوالينا. بيظلمنا ولا ما بيظلمناش? لا بيظلمنا. وديتكم نتيجة مطش الدور الاول. واحداث مطش الدور الاول لما تأجل لبعد انتقالات يناير. كان في صالح مين? توقيت المباراة. كان بيدر الاهلي ولا ما بيدرش الاهلي. ودلوقتي المسابقات بتتكلم على ان الاهلي من خلال بيان رسمي لعب من يوم خمستاشر تسعة عشرين تلاتة وعشرين لغاية يوم اتناشر سبعة عشرين اربعة وعشرين واحد وخمسين مباراة. واحد وخمسين مباراة. ديف عليها كمان مطش فيوتشر يوم ستاشر فيبقى تنين وخمسين مباراة. ديف عليها مطش الالموني يوم تسعتاشر سبعة يبقى تلاتة وخمسين مباراة. هات لنادي في مصر لعب كم هذه المباريات من خمستاشر تسعة لتسعتاشر سبعة. بص عمد المباراة قديه? قدامكم هو على الشاشة مباريات النادي الاهلي في الدوري وفي الكاس وفي كاس العالم وابطولة الدوري الافريقي والسوبر الافريقي ودوري ابطال الافريقي. الاهلي لعب على فكرة كم مباراة. مفيش نادي في العالم لعب هذا الكام. خمسة وعشرين مطش في الدوري لغاية تنين وعشرين سبعة. حنا ممكن نزود مطش فيوتشر جامعة بس نخليوهم بستة وعشرين. يبقى ستة وعشرين مطش. اربعة كاس مصر وسوبر مصر. منهم مطشين في الامارات. ومطشين في نهائي الكاس. منهم مطش في السعودية. يعني حتى المطشات دي كانت فيها السفريات. كانت فيها رحلتين للسعودية والامارات. ادي اربعة مباراة. كاس عالم اندية ودوري افريقي سبعة مباراة. والدوري الافريقي فيهم على فكرة سفر. وكاس العالم كان فيهم سفر. السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا كان فيهم سفر. انا في السوبر الافريقي لعبت في السعودية. انا رحت السعودية سنة تلات مرات على فكرة. دورة ابطال افريقيا. لعبت اربعتاشر مباراة. منهم كم رحلة سفر. انا في مباراة مع فرق سفرت لها. ما لعبتش مباراة مع فرق في مصر. يعني ما فيش فرق ما عندهاش ملعب فجأت لعبت في مصر. ده انا سفرت كل السفريات. رحت الكنغو ورحت تونس ورحت تنزانيا ورحت الجزائر. لفيت افريقيا. خمستاشر مباراة على مستوى القر. يطلعوا في النهاية اتنين وخمسين مباراة. انا ضفت ماتش فيوتش. اتنين وخمسين مباراة. كان نفسي يبقى فيه بيان من الربطة او من ادارة المسابقات العدد مباراة الزمالك وعدد مباراة بيرامدز. كنت هتلاقيقل من العدد ده من عشرة الى خمستاشر مباراة. شوف الكم ده كله. ومع ذلك نسب الطالب بالمساواة والمظلومية. والكلام انا شايفه بصراحة يعني بامانة حق يرد بي باطل. لان الترتيب اللي بيحصل في الجدول وتاجيل ماتش القمة بتاع الدور الاول لبعد انتقالات يناير. وايقامة المباراة قبل السفر الى اكونغو ديموقراطية لمواجهة مازنبي. وترتيب المباراة الاهلي قبل مواجهة بيرامدز. المباراة اللي هتكون فصلة في شكل المنافسة. كل ده كان بيخدم الزمالك وبيخدم بيرامدز. مش بيخدم الاهل. ولكن لما نشوف الاجتماعات اللي هتتم النهاردة. في مباراة جاهزين. ما فيش مباراة شكرا جدا. تلت نقاط وراحة واستعداد لاستكمال المشوار. طيب. تعالوا نشوف بقى استكمال المشوار. ايه هو استكمال المشوار? عندنا مباراة قمة يوم الثلاثاء المقبل. الفريق بعد مباراة الداخلية بالامس استقنف التدريبات النهاردة. ما فيش وقت للراحة. وبستعرض معاكم مباراة الدوري والترتيب بالمباراة هترايح امتى وتشتغل. يعني لازم كل يوم تدريبات واستشفى عشان تحضر للي جاي. زي مننا كريم احمد موفد قناة الاهلي. موجود حاليا في مقر نادي الاهلي بالجزيرة قبل انطلاق تدريب الاهلي بنصف ساعة. عشان نعرف منه اخر الترتيبات واخر الاخبار. لعله وعصى ممكن يكون فيه جديد ونشوف ونطمئننا على اللعيبة قبل مباراة التلات. وهل فيه لعيبة ممكن ترجع وتلحق. ماتش الزمالك ولا لا. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كل سنة وانت طيب. واكيد طبعا انتم كنت في الاسبوع ده شغالين ماتشاط مع الاهلي. صفر الاسكندرية. ماتش في استاد السلام. لكن طبعا عايشين الاجواء. فعايز اتطمن منك على اخر اخبار الفريق. وعسألك بقى على موقف بيرستا وسام ابو علي. الثلاثة اللي تم راحتهم في ماتش الداخلية الشناوي ومروان وعبد المنعم. ممكن نشوفهم يوم الثلاثة ولا الاجواء عندك اخبار ايه? بالتأكيد طبعا محمد يعني في ظل ضغط المباريات الرهيب مفيش راحة. ويدا اللي ممكن عودنا عليه للنادي الاهلي. بتطلع من مباراة معنويات وبرغبة كبيرة جدا. بتحقق تلات نقاط بيكونوا مهمين جدا في مشوار بطولة الدوري العام. وبتبدأ تعمل في تدريب في مباراة. ضغط كبير جدا الحقيقة على الجهاز الفني وعلى اللاعبين. كمان بتفقد عدد من اللاعبين سواء للاصابة. او ان انت كمان بتخش في حالة التدوير. وده مهم جدا وشوفنا الحقيقة. ممكن انت زي ما انت قلت محمد يعني ممكن كان منعم غايب مروان غايب الشناوي عن المباراة الماضية. لكن ان شاء الله باذن الله كلهم جاهزين الحمد لله هي بس حالة التدوير. الرجل بيحاول ان هو يدور على كل اللاعبين في القائمة بالكامل. ان شاء الله باذن الله يكونوا في كامل جهازيتهم في مباراة تقالى زمالك القادمة بمشيئة الله. ممكن دي كانت نقطة همهما في البداية. وكمان هكلمك على وسام. وسام ابو عالي ان شاء الله باذن الله بيعلن جهازيته. وانادي الالي بيعلن جهازيته بمشيئة الله في مباراة زمالك. في مجهود كبير جدا بيبزل من الجهاز الطبي. الحقيقة محمد مع كل اللاعبين بيكون في دقة كبيرة جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي. وايضا كمان بيكون في تدريب واثنين وثلاثة. الرجل بيحاول ان هو يشوف كل اللاعبة اللي راجع من اصابات في ظل الوقت الدايق جدا اللي بيخود فيه النادي الالي هدية المباراة. فوسام الحقيقة اضافة كبيرة جدا. قوة هجومية كبيرة جدا. ان شاء الله بإذن الله يكون لاضافة في مباراة زمالك القادمة. بيرسي تاو محمد يمكن فحص طبي. يكون النهار دا مع بيرسي تاو وغدا كمان بيتم تجهيزه. لكن انت عارف محمد العضلة خلفية بتكون مهمة شوية انت يكون فيه تأني كبير جدا عليها من الجهاز الطبي. فعشان كده مش عايزين نسبة للاحداث الحقيقة مع بيرسي تاو الا لما نشوفه في التأسيمة نشوف موضوع الالتحامات الاشتراكات الاسبرينتات كل الامور دي الحقيقة اللي بتدينا انطباع على مدى جهازيات اللاعب بنسبة 100%. لكن بشكل عام الحقيقة مباراة الامس مباراة الدخلية كانت مباراة مهمة جدا. ثلاث نقاط كانوا غاية فيها الهمية. والحقيقة كمان لابد ان咱نا نحاق فريق الدخلية على المباراة الرائعة والمميزة الاقدمة امام النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقة بالاسرار الكبير وبالرغبة الكبيرة والتوفيق ربنا محمد اللي بنقول عليه. لان اللاعباتنا بتجتهد بشكل كبير. اما بتشوف هدف السلية في الزحمة. هدف بيخوش تعرف مدى توفير ربنا سحانة تعالى مع لعيبة النادي الاهلي. ان لعيباتنا بتجتهد في التدريبات الكل ملتزم بشكل durch كل قلبه على قلب اللعيب اللي في الملعب اللي على الدكة زي اللي موجود فيه المباراة فعشان كده ربنا بيوفق الجميع بيوفق الكل ما بيوفقش لاعب واحد فعشان كده بنحايل عيبة النادي الاهلي على رغبتهم الكبيرة وإصرارهم من أن تتحقق تلت نقاط هي مباراة كوسة محمد زي ما انت عارف كل مباراة النادي الاهلي بيخشها تحقيق تلت نقاط هدف مهم جدا وده الهدف الأسماء بالتأكيد لفريق النادي الاهلي فإن شاء الله بإذن الله القمة بإذن الله يوم الجولة 27 طبعا يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة النادي الاهلي النادي الاهلي فاصل نفسه تماما بجهازه الفني عن كل الأمور الخارج المستطيل الأخدر وده أمر مهم وده كان كلام مستر كولر لكل اللعبين أي أمور خارج المباراة احنا منشغلش نفسنا بيها تماما لابد ان احنا نكون مركزين بشكل كبير جدا في مباراة الهلي الزمالك مباراة تقام مش هتقام كل ده لا يشغل النادي الاهلي ولا يشغل الجهاز الفني واللعبين اللي بيشغل الجهاز الفني هو التحضير للفرج على الهاي لايتس لنادي أل الزمالك تحفيص بعض الجمل الليعبين كل ده بإذن الله مع اليوم وغدا بمشيئة اللان يكون طبعا التدريب يكون قوي لفريق النادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي يحضر لعبيه بشكل كبير جدا لمباراة الزمالك كل أمورة محمد طائبة بالنسبة لي الاستعدادات لكن هو الضغط الكبير ودرجة الحرارة الحقيقة العالية جدا في كل تدريب هاي اللي بيكون لها تأثير شوية عشان كده تدريب فريق النادي الاهلي النهاردة ممكن يكون ستة ستة ونص لأن درجة الحرارة الحقيقة صعبة شوية لكن الحمد لله الأمور مطمئنة ومبشرة لفريق النادي الاهلي ينقصنا التوفيق خلال مشوار بطولة دورة بمشيئة الله محمد ويكون مباراة الزمالك هي المباراة الأهم بالنسبة لي فريق النادي الاهلي في هذه المرحلة بإذن الله زي مننا كريم أحمد مفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات وطمئن على فكرة إمكانية لحاق وسام أبو علي بمطش الزمالك يوم الثلاثة ولسه موقف برسي تواعي تحدد في 48 ساعة اللي جاي قبل ما أطلع للفاصل قلت لحضراتكم في الجزء اللي قبل ما استقبل فيه زي مننا كريم أحمد قلت أنا كنت بأنتقد عامر حسين كتير أول موسم ده ليه كنت بأنتقده؟ ودلوقتي هو بيقول لنا أنا كنت بقوله قبل شهر تسعة عشرين تلاتة وعشرين كنت عملك كلم على أن الموسم ده يا جماعة فيه ارتباطات كتيرة وفيه زحمة مطشات كتيرة ولازم الربطة ولازم إدارة المسابقات تحضر نفسها لده وتقول للناس الدور السنة ده هيمشي إزاي؟ أحدش كان بيقول وفاكر وقتها كنت بقوله دايما يا حج عامر الدور الإفريقية هيتلعب وما فيش دور هيتلعب أثناء الدور الإفريقي وهو كان بيقول لك لأ هنلعب دوري ولازم نشوف حل الموضوع ده وساعتها الأهلي ما فعلا ما لعبش دوري اللي أنا قلته وقتها هو دلوقتي اللي دارت المسابقات بتعلنه لو كانت الأمور دي واضحة لكل الأندام البدري ما كانش هيبقى حد عنده فرصة إنه يدعي المظلومية في توقيت لما يشوف نفسه خارج المنافسة فالمهم دلوقتي إيه اللي يتقال؟ حتى لما انتقطتوا على تأجيل مطش بيراميدز ليوم 12 سبعة بس وقتها ترد عليها وتقال لي إيه المباريات المؤجلة ماشى بالترتيب ما يفعش أجيب مطش مؤجل في الإسبوع السبعتاشر قبل مطش مؤجل في الإسبوع السادس هو كان سياسته كده واستراتيجيته كده ودي المرة دا نقول له عندك حق فيها رغم أن احنا اللعب بيرامز لسه 12 سبعة وقبل ما نلاعب بيرامز نلعب 8-9 مطشوات ضغط كبير جدا ولكن عنده حق في إيه لما تبص الترتيب المؤجلات بيلعب ترتيب المؤجلات إزاي الإسبوع السبعتاشر بعد كده مطش مؤجل الإسبوع السبعتاشر بعد كده مطش مؤجل من الإسبوع السبعتاشر فترتيب المؤجلات ماشي بالشكل السليم تبقى لجدول الدوري ما جلب لكش مطش من السبعتاشر قبل مطش في الخمستاشر ولا مطش في الإسبوع التاسع قبل مطش في الإسبوع التالت هو ما عملش كده بصراحة فدي الحتة الإيجابية السنادي اللي عملها أنه عمل ترتيب المؤجلات بشكل سليم طب الدورة هيخلص 16.8 النهاردة أعلنوا خلاص رسمي إن دوري موسم 20.24 ده هيخلص يوم 16.8 هل ده معاد متأخر؟ هو متأخر بس على فكرة ما احنا بقى أن أربع مواسم نخلص في نفس الموعيد يعني موسم 19.20 اللي كان فيه وقتها اللجنة الخماسية لأستاذ عمر الجنيني وكان وقتها حسام الزناتي مدير المسابقات بخلصين الدوري 31.10 الموسم اللي بعدين بخلصين الدوري 28.80 الموسم اللي بعدين 38.80 الموسم اللي بعدين اللي هو الماضي خلصناه 26.7 الحالي 16.8 فنفس الرنج طب عشان تخلص من الأزمة دي بقى قبل ما اطلع الفاصل الحالي ايه؟ تشوف شكل الجدول الدوري وشكل المسابقات السنة الجاي ليه؟ لأن السنة الجاي الأهل عنده دوري وكاس وكاس السوبر المصري للأنديال أبطال وصوبر إفريقي مع الزمالك ودوري أبطال إفريقيا وكاس فيفا انتر كونتيننتل وعنده بعد نهاية الموسم بسبوعين بالزبط كاس عالم أندية في أمريكا 15.6 وممكن يبقى فيه السوبر ليج تبتكلم في 8 بطولات فلازم السنة الجاية الدوري من دلوقتي الناس تبقى عندها تصور لشكل الموسم مع تصور شكل الموسم تحدد عدد الأندية اللي هتهبط لأنه مش هينفع تكمل بنفس الشكل 18 نادي لازم يتشاف لها حل اللي عايز يبص للصالح العام يقعد يناقش كده لكن هنقول مش هنلعب لأ الأهل أكتر نادي تضرر من طريقة إدارة المسابقة هذا العام وتاجيل مطش الزمالك في الدور الأول كان في مصلحة الزمالك ولم يكن في مصلحة الأهل وتاجيل مطش بيرامز الـ 12 سبعة وإقامة 8 مباراة قبلها في مصلحة بيرامز مش في مصلحة الأهل ومع ذلك الأهل ساكت وملتزم وبيلعب ومستنى مطش الثلاث بإذن الله للاستمرار في المنافسة على صدارة الدول فاصل ثم نوصل طيب نتكلم بقى على مطش القمة يوم للثلاثة وحكام هذا اللقاء طبعا بيريرا في موال تاني خالص عايز يجيب بطاقم تحكيم مصر ولكن نادي الأهل كان طبقا للليحة التزم بالموعيد قبل أجازة العيد بعت وطلب حكام أجانب لأربع مباراة مش مطش الزمالك بس بس طبعا كل مباراة في حينها هنتكلم عليها مطش الزمالك اللي جاي بحكام أجانب والاتحاد المصري بعت لأكثر من اتحاد في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية في اتحادات ردت وفي اتحادات ما ردتش البرتغال ردت أسبانيا ردت في اتحاد في أمريكا الجنوبية البرازيل ردت ولكن خلال الساعات اللي جاي هيتم التأكيد بنسبة كبيرة من حكام مباراة القمة أنا بالنسبة للناس تقول لك طاقم تحكيم أسباني ألماني إيطالي أنا بالنسبة للأمر لا يعنيني المهم ييجي طاقم تحكيم أجنبي جيد الناس هتقول لي دب عايزين مصنف وقت ما كانت البطولة اليورو والكوبا أمريكا ما بتتلعبش ما كانش بيجيب الحكام مصنفين دلوقتي كل الحكام المصنفين بيلعبوا في اليورو والكوبا أمريكا فكده كده زيت زي عبيد اللي كان جيبيه لك قبل كده ممكن يجيبه لك تاني المهم يجي حكام أجانب وكده كانت حتى الحكام الأجانب اللي هيجوا حتى لو مش مصنفين أنا شايفهم حاليا في مستوى فني أفضل من اللي احنا بنشوفه مش مش عايز أقول الكل بس التسعين في المية من الحكام اللي بنشوفه في الدوري هنضب أخطاء يعني غير طبيعية وبنسبة الحكام الأجانب والقمة واللي هيحصل في الساعات اللي جاية على فكرة يعني مش بعيد خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية تسمعوا تبقى للمطالب اللي خرجت من العديد من الأندية بموضوع تغيير رئيس لجنة الحكام أو الناس تشوف المشكلة اللي موجودة في التحكيم خلال الأسبوع ده خلال تمانية واربعين ساعة ممكن نسمع خبر عن انتهاء عقد بريرا بنهاية المسلم ده إذا ما اتخذش فيه قرار قبل نهاية العقد بشهر ده إذا ما اتخذش فيه قرار قبل نهاية العقد بشهر أنا أقول خبر بريرا ممكن يتخذ فيه قرار خلال هذا الأسبوع أو خلال تمانية واربعين ساعة بناء على المستجدات اللي احنا شايفينها من اجتماعات ممكن تبدأ من النهاردة للنهاردة فيه اجتماعات مهمة جدا متعلقة بالأزمة المثارة في مسألة التعجلات الدوري والأزمات التحكمية رغم والله الأزمات التحكمية اللي بتتألفوا بعض البيانات أنا شايفة أن هي إحنا عندنا أخطاء وعندنا عقوبات انضباطية ممكن تصدر ضدنا بس إحنا بنصدر حاجة عشان ما تطلعش عقوبات ضدنا وإنتوا فهمين اللي فيها أكيد يعني ولكن هنشوف إيه اللي هيحصل من التحكيم في الفترة اللي جاية والحكام الأجانب اللي هيجوا عشان يحكموا مطش أهله زمالك يوم الثلاث طيب جانب تاني عايز أتكلم عليه بخصوص القرارات اللي اتخذها الاتحاد الإفريقي بالأبس ونركز مع بعض لأننا مش هستعرض قرارات الناس أكيد كلها عارفة القرارات اللي تاخدت مبارح ولكن أنا هفكر حضراتكم بحاجة إحنا قلناها هنا من حوالي أربع شهور يوم 12 فبراير خشوا كده على قناة الأهلي على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على منصة إكس وهات حلقة برنامج التريند يوم 12 فبراير وقتها قلتلكوا إيه؟ قلتلكوا كده بصوت عالي في عز ما كانت الدنيا كلها بتتكلم الأهلي عنده أزمة في المشاركة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية والأهلي هيتقرر مع نفس الأزمة ومش هيرف يلعب بلعبتوا الدوليين عشان كأس الأمم وهاتها نطلقها تقولت لحضراتكم ما فيش تعارض ما بين إقامة كأس الأمم الإفريقية في المغرب مع مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية حلقة 12 فبراير بشوف من إمتى؟ من أربع شهور وقتها قلت إن الأزمة عند المنتخبات مش عند الأندية ولفت الأيام وشفت إن القارات اللي طلعت مونديال الأندية في معاده وكاس الأمم للمنتخبات هو اللي تغير معاده لأن الوقتها أنا كنت اتكلمت مع حد في الفيفا ثقة جدا قال للأهل هيلعب بكام النجوم الأزمة اللي حصلت من سنتين ثلاثة مش هتتقرر وما فيش تعارض وبنشوف ساعتها موعيد البطولة وقتها انفرضت بإقتراحات ثلاثة قدمتهم الفيفا للاتحاد الإفريقي تلعب كاس الأمم في مارس عشرين خمسة عشرين ولا تلعب كاس الأمم في ما بين ديسمبر ويناير عشرين ستة عشرين ولا تلعب كاس الأمم في نهاية صيف عشرين خمسة عشرين ولكن الاقتراح ده كان ليه شرط إن الأندية الأوروبية توافق لأن كانت تلعب البطولة بعد كاس العالم للأندية طبعا حصلت مشاورات على أكتر من أربع خمس شهور وفي الآخر الناس في أوروبا قدرت تمشي كلمتها على الاتحاد الإفريقي أنا بقولها كده بصريح العبارة وفي النهاية القرار اللي طلع بالاقتراح اللي قدمه الفيفا بإقامة البطولة في الفترة ما بين ديسمبر عشرين خمسة عشرين ويناير عشرين ستة عشرين فخلاص انتهت الأزمة وما فيش تعارض والأهل يشارك بكام النجومه زي ما قلت لحضراتكم وطمنتكم من حوالي أربع شهور طيب الحاجة التانية طبعا كاس الأمم خلاص من واحد وعشرين ديسمبر عشرين خمسة عشرين لغاية تمنتاشر يناير عشرين ستة وعشرين وكل التوفير للأشقاء في المملكة المغربية في الاستضافة الحاجة التانية كاس السوبر الإفريقي بين الأهل والزمالك اتقال كلام كتير في الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت ان المطشة هيتلاقى في قطر وان فيه عرض رسمي من السعودية وقطر الكاف على المستوى الرسمي لم يعلن العروض الرسمية اللي جات له جات له منين قالك ايه عندنا عروض مهمة من منطقة الشرق الأوسط يعني يوسط ممكن تكون خليجية او حتى من مصر المعلومة الرسمية اللي عندي ان الاتحاد المصري بعت رسمي يطلب استضافة اللقاء سمكم من ليه اللايحة اللايحة ان ملعب دور الأبطال او الفريال الفاس بدور الأبطال هو ليا صديف المباراة دي لايحة ولكن الكاف دلوقتي ما بيبصش للايحة الكاف دلوقتي بيشوف مين الدولة اللي عايزة تصديف وهتدفع كام بجيب لك من الاخر اتحاد الكرة بعت وعايز يصديف الاتحاد عايز يصديف المطشة امتى في الفترة من 25-9 ل5 اكتوبر الاتحاد المصري عايز يصديف كاس السوبر الافريقي بين الاهل والزمالك في الفترة من 25-9 ل5 اكتوبر ليه؟ الدوري التمهيدي التاني للاهل والزمالك هيخلص يوم 22-9 والاجندة الدولية بتاعت اكتوبر لها تصفيات المؤيلة الكاس الأمم في المجرد تتلعب يوم 7 اكتوبر فالفراغي الوحيد ما بين ده ده في الفترة دي فالاتحاد المصري طلب يلعب البطولة في التوقيت ده هل الكاف خد قرار؟ لا هل مبارح اتعارض على عضاء المكتب التنفيذي العروض اللي جات للاتحاد الافريقي؟ لا كلام بيتقال في الكواليس انه في السعودية وفي قطر لكن المؤكد ان الاتحاد المصري معلوماتي ان الاتحاد الافريقي هو اللي عايز يروح لمنطقة الخليج العربي هو اللي عايز يجيب اكبر مكاسب مادية عشان تصرف على المسابقة هو اللي عايز يعلق قيمة المكافأة من 500 الف دولار ل700 و800 الف دولار ده اللي بيحصل فيه الكواليس وعشان كده مبارح ما اتخدش قرار ولسه فيه اجتماعات ومشاورات لعله وعسى ان الكاف يقدر يجيب فلوس كويسة لهذا اللقاء طب لو ما جابش مصر هتنظم في التوقيت اللي انا قلت لحضراتكم عليه طيب خبر تاني مهم جدا الناس تقولي طب ليه الاتحاد المصري قال للكاف لو هنظم هنظم في الفترة دي خدوا بقى خبر جديد قبل معاه دوباربع شهور الاتحاد المصري عايز ينظم في الامارات بالاتفاق مع الاشقاء في الامارات العربية المتحدة النسخة التانية من كأس السوبر للاندال ابطال في الفترة في النصف التاني من شهر اكتوبر من بدرة هو كأس السوبر للاندال ابطال اللي تلعب في ديسمبر الماضي وللأهل فز بالبطولة الاولى في النسخة الاولى على فيوتشر في المباراة النهائية النسخة التانية الاتحاد المصري عايز ينظمها في الامارات في النصف التاني من شهر اكتوبر امتى بعد الاجندة الدولية يعني في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر ده التوقيت اللي الاتحاد المصري عايز ينظم فيه بطولة السوبر في الإمارات فبالتالي هو لما طالب من الكاف أن يلعب السوبر الإفريقي في مصر يبقى في الفترة اللي ما بين 25-9 لـ 5 أكتوبر دي كل التفاصيل المتعلقة بقصة كأس السوبر الإفريقي القصة المتعلقة بكأس الأمم الأهل في مونديالي الأندية بكامل نجوم حاجة أخيرة، الكلام المثار بخصوص الكأس الأفرق أسيوي وأن الأهل هي لعب العين وأن فيه 3 مليون دولار وأن المطش هي تلاقي في استدلوسيل الاتحاد الإفريقي، اللجنة التنفيذية، الأمين العام، إدارة المسابقات ولا واحد فيهم عنده معلومة عن هذا اللقاء لا فيه خطابات رسمية ولا فيه مناقشات ولا فيه أي تفاصيل زي ما تقالي كده بالضبط هو الكاف آخر من يعلم بحدش بلغنا بأي حاجة وبعدين اتقالي جملة مهمة جدا الأهل والعين في كأس الأفرق أسيوي إمتى؟ وإزاي؟ ما هم ممكن يلعبوا مع بعض في فيفا إنتر كونتيننتل؟ هل الكاف والاتحاد الأسيوي هيعملوا بطولة موازية لمطش ممكن يقام بين الأهل والعين في فيفا إنتر كونتيننتل في نهاية هذا العام؟ قالوا لي استحالة أنت كده بتضرب بطولة الفيفا فالناس هتستنى لما تشوف القرعة ما بين الفرق اللي هتشارك في الجولة التمهيدية لبطولة فيفا إنتر كونتيننتل هذا العام ولو إذا ظهرت مباراة مؤكدة ما بين الأهل والعين قصة بطولة الكاسة أفرق أسيوية مش هتبقى متاحة في الفترة دي خالص لأنهم يشمعون علاقة بطولتين بنفس الفرقتين ويتم تضارب ما بين الموعيد وما بين حتى الحق التسويقية والمباريات ما بين البطولتين فبالتالي لا يجوز هذا الكلام قلت الحلقة من حلقة فاكة ولس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نطلع دلوقتي نشوف آخر أخبار الترند وعندنا حاجات مهمة جدا في ترند الآن نستعرضها في الدعية المتبقية من البرمانك موسيقى 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 سيدي أدوين العمر سيدي خرص اللي حن نفلاهج جدا ساعت عطا يوتر والعالم لا نتعلم منك سينار يبدع مش مكر ما بعدها كيامسي يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح الله جل 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 ج اخبار التريند نبقى ده او ليلة جدا والبداية في تريند الاهلي والحساب الرسمي اليوم السابع بيقولوا الاهلي يستعيد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم امام الزمالك ده اكيد لان خلاص كولر شرح فلسفته في راحة اللعبة وتحضيرها للمباريات اللي جاية نشوف حساب كورا بلاس بيقولوا الكشفة عن مصير بيرستاو من مباراة القمة وبيقولوا ان هو بيعاني من شد في العضلة الخلفية ولكن بيأكدوا ان بيرستاو غايب عن مباراة القمة زي مننا كريم احمد قال لسه فيه 48 ساعة وهنعرف ايه اللي ممكن يحصل ولكن يا جماعة طبعا اصابة العضلة الخلفية بتبقى محتاج اجراء تحفظي امكانية الحق ممكن تبقى صعبة شوية كورا بلاس بيقولوا الاهلي يجهز وسام ابو علي لمباراة القمة ببرنامج تأهيلي مكسف النهاردة زي مننا كريم احمد اكد على ان وسام بإذن الله جاهز لماطش يوم الثلاثة سبورتو 68 مصرية بتكلموا على اكرم توفيق جدار اهلاوي في وسط الملعب ما نقفزمتش للمرة التانية على التوالي 81 تمريرة صحيحة بدقة 92% صنع فرص اربع مرات سبع تمريرات طولية دقيقة اتنين مراوغات ناجحة فاسب 12 ثنائية وتمن تدخلات ناجح عشان كده كان ما نقفزمتش نروح لحساب ملعب القاهرة 24 بيريرا بيجهز طاقم تحكيم مصري بقيادة معروف لدارة القمة رغم الاتفاق مع اسباني ده الكلام اللي موجود في الكوليس ولكن هنشوف في الثمانية واربعين ساعة اللي جاية بيريرا مكمل ولا مش مكمل والحكام هيوصلوا امتى لما يعلن اتحاد الكورة طبعا محمد فروقناي برئيس اللجنة اعلم بالامس ان اللجنة عايزة طاقم مصري ولكن الاتحاد بعت خطابات رسمية لاستخدام طاقم تحكيم اجنبي النهاردة هنالعب القرار بقى عشان بيتكلم على ان من ضمن الاتقم اللي جاية او طاقم طاقم بيرتغالي اتحاد الكورة بيخاطب ثلاث اتحادات لاستخدام طاقم اجنبي لادارة مباراة الاهلي وبيراميدز وما بيتكلموا كمان على الاهلي وبيراميدز غير مطش الزمالك طيب بوابة الاهرام بيقولوا كولر يتمسك بالتعاقد مع البركيني محمد دا كانوتي حاليا ما فيش كلام في الصفقات للوقت دايق جدا على المطشاط الصعبة نفس الكلام الثلاني الاجنبي وازمة وكلر بقول لحضراتكم التركيز دلوقتي في الدوري وما تصدقوش اي كلام على فكرة الصفقات دلوقتي خالص فيه كلام كتير بيتغير وفيه لعبة كلاسي موسيقية في مسألة انتقالات الصيف بالنسبة للصفقات اللي جاي طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة اهم مباراة قمة او اجمل مباراة قمة شفتها للاهلي في الدوري من يوم ما شجعت الفريق احمد بيقول مساء الخير مع حلويات الاهل الكثيرة وفي الزاقرة بيبو وفشير يعني ستة واحد وحلويات الاهل كتير يا استاذ محمد تحياتي لك من صعيد مصر تحياتنا لكل رجالتنا في الصعيد الاسكندرية احمد حافظ بيقول مباراة اتنين اربعة في مسم الفين واربعة الفين وخمسة كانت في رمضان وكنت في عمرة وشفتها في مكة زكرة جميلة عمرة مقبولة يا رب مختار بيقول مباراة القمة اللي اكسبة لآله ستة واحد مسم الفين واثنين كانت درس قاسي في محو امية القرى الحديثة الله يمسيك بالخير يا مانويل يا جزيه سامح علي مباراة نهاء القرن في جمال الموناليزة الامتع مباراة الستة واحد الاكثر اثارة ومطع نهاء كاس مصر الفين وسبعة ورمونتادة تاريخية مطشة ربعة تلاتة اخر تعليم معايا شاكر بيقول اعتقد كلمة مباراة قمة كانت قبل الفين وخمسة لنتائج كانت متقربة لكن بعد ذلك والسنين الطويلة الاهلي دايما بيكسب باستثناء مباراة قليلة فاز فيها الزماك لأسباب بره الكورة الغريبا الزماك بفاز على الاهلي مثلا مباراة تحصيل حاصل في مقابل مباراة عدارها الحاكم محمد الحنف يدخل في السادة القاهرة وانا اتفق معاك في كل هذه التفاصيل من بعد الفين وخمسة بقت مباراة القمة وان سايد جيم ولكن ماتش الستة واحد ده ماتش يعني للتاريخ عمره ما هي تنسي وطبعا الماتش القضية من الماتشات المهمة جدا في مستوى المنافسة على المستوى القرري مع نادي الزمالي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء